يحتفل المسيحيون الكاثوليك والروم الأرثوذوكس اليوم بعشية عيد الميلاد المجيد فيما يحتفلون بالعيد صباح غدا الاثنين في الكنائس وسط إجراءات تامنية وتنظيمية مشددة ويتوافق عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين الكاثوليك مساء يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري والعيد يوم الاثنين الخامس والعشرين من ديسمبر بسبب الاختلاف الذي وقع بعد الأخذ بالتقويم الجارجوري المتبع في أغلب دول العالم بينما يحتفل الأرمن الأرثوذوكس بالعيد يوم السادس من يناير وليلة العيد يوم الخامس من يناير المقبل والأقباط الأرثوذوكس يحتفلون بليلة العيد يوم السادس من يناير والعيد صباح السابع من يناير الاحتفال النهاردة كاحتفال كل عيد ميلاد عيد الميلاد بالنسبة للبشرية وبنسبة للكنيسة هو أكبر فرحة ممكن تحدث لأنه ميلاد ملك السلام الرسالة اللي احنا محتاجينها النهاردة إنه إزاي وسط عالم مشتت عالم مليان بالصراعات لا يمكن أن تحل الصراعات بصراع ولا شر بشر ولكن زي ما علمنا المسيح لا تتقاوم الشر بالشر ولكن إزاي تغلب الشر تغلب بالخير النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح بنحتفل بعيد كبير في إيماننا الله القريب من الإنسان اللي يكون مع الإنسان وده بيدينا لكل واحد فينا أمل ورجاء ومعنى وإيمان لحياتنا الإنسانية رسالتنا النهاردة للسلام ونتمنى أن السلام يعوم العالم كله وبالأخص في المنطقة العربية والشرق الأوسط في فلسطين عشان الأطفال والمجازر اللي بتحصل نتمنى أن السلام يعوم العالم ومصرر الحبيبة والأخص الفرحة دي بتنشر السلام للعالم كله طبعاً يعني بنتاز الفرصة وبنصلي لأخواتنا في فلسطين أنه ربنا يمد إيده ويحل الأزمة أهم حاجة في استعداد الاحتفال أنه إحنا نبقى مستعدين نفسياً فالمزود إحنا كنا من نهاية الناس برغم الظروف الصعبة اللي العلم بيمر بيها أنه نهايئهم نفسياً أنه مجيء المسيح مش بس بيبقى بيغطي على الظروف الصعبة دي أو منبصش للظروف الصعبة دي هو إن مجيء دي الخبر الأهم وهو برغم الصعوب دي هو نظرة الأمل لنا يعني إحنا مبسوطين إن إحنا نكون بنعيش شوية في سلام في وسط هذا الألم العالمي إحنا السنة دي شاركنا بالمزود الكريسمس إن إحنا نكون بنجهزه عشان الناس تكون بتصلي قدامه وتكون بتتأمل في هذا المعنى